السلام عليكم في فيديو جديد السلام عليكم في فيديو جديد كثير يسألوني ما هو أفضل شاحن للآيفون عندي آيفون جديد وبيشحنه بأعلى سرعة طبعاً أنا ما أنصح أنك تشحنه بأعلى سرعة إلا في الوقت المحدد يعني أنت تحتاج شاحن سريع الآن وتطلع بعد نص صاعة بعد أربعين دقيقة حط في الشحن السريع الشحن العادي أفضل أنه خمس واط خمس واط في كل مكان أتوقع مرمي اللايفونات الغديمة اللايفون 11 العادي سن راحة لديك في أي محل شاحن أبل الأصلي 5 واط أو أي من شركة ثانية بي دي 5 واط لا توقع ما فيه بي دي 5 واط لكن الخمس واط العادية تشانبها هنا أوكي بنجرب بالشواحن دلة موجودة وكم راح تعطينا واط هذا العشرين واط حق أبل اللي في الايباد برو 2020 نهاية السنة الآن تقدر لو تشتري الايباد برو 2020 سيضع لك العشرين واط إلا إذا كنت تشتري من محل و مخزن من بداية السنة راح يجيلك الـ 18 واط لكن أبل غيرت خلية العشرين واط هذا أنكر ما تكلمت أن أنكر أبل لكن تكلمت أن الشحن لحق مثلا الميكسيف لحق البي دي 3 راح تفضل أبل أن يكون 9 فولت و 2.22 أمب هذا بالضبط راح يعطيك 20 واط برضو فبالكابل برضو أفضل هذا الـ 18 واط حق أبل الايفونات 11 برو الـ 18 واط او الايباد 2018 او ايباد 2020 بداية السنة ولو شريته هذه من شركة ثانية أو أوكي فيها شحنين في بي دي 18 واط وفي الـ بي دي برضو الـ 60 واط راح نستخدم الـ 60 واط ونشوف أعلى شيء يوصل لنا نجربه و الـ 18 واط ممتازة فنشوف 96 واط لا أنصح أي شخص يشتري هذا من قبل هذا الـ 16 انش ماكبوكو برو إلا إذا كان لديك شحن بالـ iPhone راح نشوف كم راح يعطينا وقت وكم واط راح يضعني في الجهاز نشوف هل راح يؤثرون على الجهاز ولا لا نتكلم معاكم قدام طبعا الشحن الكابل 18 واط خاص راح يكون فيه تدبدب شي طبيعي لكن ما راح يكون فيه مثل الحركة الـ 20 يعطيني 12 نجرب الـ 20 واط بالكابل نحطه في الشاحن نقلب هذه بس حيانا ما تشتغل لازم تقلبها بداي الشحن نشوف 20 واط على طول 20 يمكن يصعد فوق 20 لكن هنا 20 واط على طول شو شو كيف أثبت من القديمة شو فيه قلب صيني هكذا مثل ما نشوف على طول 20 فبالكابل لو نبدأ نحط خط بالكابل 20 واط يعطاني على طول نشوف الشاحن الثاني بحق أنكر كم راح يعطينا بهذا الشاحن مش قبل ما قلت أن أنكر مناسب لكن كأرقام المحطوط فيها مثل ما قلت لكم 9 فولت والأمبير 2.22 مثل ما نشوف 20 واط فبالكابل هذا نقدر نقول 20 واط نشوف هذا 18 واط قبل للأيبارات القديمة حلو نقدر نقول 18 فاصلة 4 طبعا لك تتوقع أن هناك فرق سيكون بين 20 و 18 سيعطيك مثلا 3 دقائق فرق في الشحن السريع نقدر نقول 18 فاصلة 4 سنجرب معكم 18 واط سنجرب 60 واط مثل ما قلت لكم شحن اللابتوب شوف كم راح يعطينا مثل ما نشوف فوق 20 هل راح يؤثر على الجهاز ما لا الشغل في تأثير الجهاز إذا الجهاز حقك ما يستحمل أكثر من 20 ما راح يأخذ أكثر من 20 فالجهاز الشحن اللي حطت لكم قلت لكم أنه 60 واط ما شحن ب60 واط شحن ب23 كيف الجهاز؟ لكن نتبه الجهاز ليسخن بس بأي شاحن موجود حتى 18 نتبه الجهاز ليسخن عشان لا يؤثر على الجهاز لكن مثل ما نشوف 23.8 نشوف الشاحن بالكبير اللي هو ب96 واط اللي ما أنصح أي شخص أستطيع استخدمه نقدر نقول ما في فرق بين 96 واط لو ننتظر شو يمكن راح يسعد أكثر لكن مثل ما نشوف ما في فرق الجهاز يأخذ المقدار اللي يحتاجه علشان ما يؤثر على الجهاز من الداخل ولو يسخن الجهاز راح ينزل الشحن هذا راح يقل يصبح خمسة أربعة على حسب الجهاز اللي يبقي فنبدأ نقول هذا 20.2 طيب في النهاية ما استنتجنا؟ الشحن الآيفون بالكبير أفضل الشواحن اللي راح تعطينا هذا هو مذنون ما نشوف تحت ما أنصحك تتعدى عن 20 واط لان الجهاز يقول لك يعطيك 20 واط 23 واط وهذه ليش تخسر 30 دولار أو 100 دولار علشان بستخد ثلاثة واط أزيد وهو في الشحن السريع في المقدار من الصدر لمية سوف يكون في المقدار سوف يكون الفرق بينهم بين الشواحن الثاني حتى 18 واط شرع ما نصحك تزيد ما راح يأثر على الجهاز grit لو أثرف الجهاز وład في الحرارة حتى 18 واط سوف يأثر حرارة الجهاز إذا كنت شحنه ونتقعد فيه فالشواحن السريعة لا تأثر على الجهاز 一 سوف يأثر بعض البطارية حرارة الجهاز فإن طلبه 5 واط يحيط بyse وحرارة البطارية فألا أستجعل لها الشغل بالنسبة لي انا ما راح ادفع حق 23 واط ما راح ادفع حق 23 واط اوكي 19 دولار الهو 18 واط اذا كانت قبل الى الان تبيعة ممتاز هذا افضله هذا 16 دولار تقريبا هذا 20 دولار وما فيهم فرق قبل مش مخترعة الميزة لداخل شاحن يعطيك الجهاز نفس القوة نفس كل شيء الارقام هنا 9 فولت و 2.22 امبير هذا الشحن المناسب بالPD3 لحق الايفون فبالنسبة لي راح افضل هذي الشحنين اذا كان الدولارين ديلي في فرق عندي راح اروح حق هذا او اذا كنت باخذ كميات كثيرة في شحن الايفون بالكيبل راح اخذ هذا بصحة دولارين و 3 دولار اغل مكن افضل الروابط لحق الشواحن ديلي كلهم راح اطلو لكم تحت في الوصف هذا من امازون شريطة هذا اذا كان موجود الى الان ابل تبيعة راح اطلو لكم تحت في الوصف هذا العشرون واط ابل الى الان تبيعة في موقعها راح اطلو لكم وهذا حلو يعني تقدر تشحن ب 18 واط اللي هو نفس هذا الشاحن انا سيضطيك 18.4 وتقدر تحطيه هنا لحق الكمبيوتر برضو اذا كان كمبيوتر يدعم مثلا 60 واط فينفع او لحق شاحن ثاني مثلا تقدر تشحن الجوال حقك تقدر تشحن مثلا ابل ووتش كيفيك انت او الايباد فممتاز هذا لكن راح تدفع اكثر وهذا برضو فجميع الاشياء اللي شفتهم هنا 18 وكلهم ذي اللي راح تشعون تحت في الوصف برضو لهذه القطعة بعض الاشخاص يقول او مني شريتها او شي راح اطلو لكم رابطها تحت في الوصف ففي ناحة الفيديو تنسون اشتراك في الغناه واشتراك في حسابي سنار شات شريف ضبطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فضل دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة